اتفاع الاستثمارات الروسية في النمسا بنسبة 14% رئيس مكتب العمل يقترح تقييد المساعدات الاجتماعية في فيينا تقرير يكشف ان الاطفال دون سن السابع يشكلون غالبية طالب اللجوء السجن المخفف لمتطرف اسلاموي في فيينا روج لتنظيم النصرة النمسا تتصدر الاتحاد الاوروبي بالانفاق على العائلات ارتفاع عمليات الاخلاء القصري العام الماضي بعد انتهاء كورونا مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الاخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم افادت بيانات رسمية من وزارة الاقتصاد النمساوية ان الاستثمارات الروسية في البلاد ارتفعت بنسبة 14% خلال النصف الاول من عام 2022 وبلغت 25.5 مليار يورو تحتل النمسا المرتبة الثانية كوجهة الاستثمارات الروسية بعد قبرص على الرغم من التوترات السياسية مع روسيا والحرب في اوكرانيا ويرجع الخبراء هذا الارتفاع الى وجود مقرات شركات روسية في فيينا ويفير هذا التطور تساؤلات حول فعالية العقوبات الغربية ضد روسيا ودور النمسا في تيسير تدفق الاموال الروسية اقترح رئيس وكالة التوظيف النمساوية يوهانس كوبف انشاء شرط المساعدات الاجتماعية في ظل النقاش المستمر حول لم شمل العائلات السورية ويشير الاقتراح الى ان الولايات يجب ان تكون مسؤولة عن تقديم الحد الادنى من المساعدات للاجئين اضافة لتوفر المزيد من العمل وطلب حزب نيوز بذلك منذ عام 2016 وبالمقابل رفض وزير الشؤون الاجتماعية يوهانس روخ لاقتراح ودعا الى تحسين فرص العمل للاجئين وتوحيد نظام الرعاية الاجتماعية على مستوى البلاد اظهرت اجابة لوزيرة العدل المزادتش خلال استفسار برلماني زيادة ملحوظة في عدد طالبات اللجوء للاطفال دون سن السابع في النمسا حيث بلغت ثلثة طلبات الاجمالية في الربع الاول من عام 2024 ارتفعت طلبات اللجوء من النساء بنسبة كبيرة لتصل الى 46% من اجمالي الطلبات فيما بقي السوريون المجموعة الاكبر من طالبي اللجوء بما يصل الى 4335 طلبا في الربع الاول من العام وتحدثت وزيرة العدل عن تحديات فيينا بسبب زيادة عدد الاطفال حيث تم تقديم 3649 طلبا من قبل قاصرين بينما تم تقديم 3273 طلبا من قبل بالغين اصدرت محكمة فيينا الجنائية حكما بالسجن لمدة خمس سنوات على شاب يبلغ 20 عاما بتهمة الترويج لتنظيم القاعدة والنصرة والاعتداء على غرباء وجهت للشاب اتهامات بالعنف الوحشي وتأسيس مجموعات جهادية عبر الانترنت وبالرغم من الحكم فانه سيتم اعفاؤه من ثلاث سنوات ونصف من العقوبة بموجب قانون الاحداث مع فترة اختبار تستمر ثلاث سنوات وامرت المحكمة ايضا الشاب بالعلاج النفسي والمشاركة في برنامج اعادة التأهيل من التطرف تصدرت النمسا قائمة الاتحاد الاوروبي في الانفاق على العائلات وفقا لدراسة جديدة واكدت وزيرة الاسرة سوزانا راب لا توجد دولة في الاتحاد الاوروبي تدعم العائلات مثل النمسا وتنفق النمسا اكثر من اي دولة اخرى في الاتحاد الاوروبي على العائلات بنسبة تصل الاثني عشر بالمئة من الناتج المحلي الاجمالية وفقا للدراسة التي اجراها المركز المشترك للبحوث التابع للجنة الاوروبية في المقابل تأتي اسبانيا واليونان وايرلندا في ذيل القائمة وتدعم السياسة الاسرية في النمسا العائلات بشكل متنوع من خلال اجراءات مالية وضريبية متعددة كشفت وزيرة العدل المزادتش خلال جلسة برلمانية بعد استفسار من حزب الشعب الاشتراكي عن ارتفاع عمليات الاخلاء القصري للعام 2023 ولا تزال الارقام اقل من عامي 2018 و2019 وبلغ عدد العمليات عشرة الاف ومئة في عام 2023 مقارنة بثمانية الاف وستمائة في العام السابق ويشير الاستفسار الى تفاصيل حول دعاوى الاخلاء والاختارات القضائية لانهاء عقود الايجار وتم تقديم برنامج حماية المساكن لدعم الاشخاص الذين تأخروا في دفع الايجار بعد انتهاء تأجيلات الدفع خلال جائحة جوفيد 19 كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق انفو جراث على هواتفكم كنت معكم انا قتيب اللحام امسيا سعيدة والى اللقاء اشتركوا في القناة